نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة بخالص الحزن والأسى شهداء الوطن إثرى محاولة بعض الإرهابيين الهجوم على محطة مياه بغرب سيناء وأكدت نقابة الإعلاميين دعمها بكل قوة لقوات المسلحة في التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن مشيدة بجهود التي تبدلها القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره